لم تودع عدن الحرب وآثارها بعد حفرت الحرب في جدران المدينة آثارها الغائرة قبل أن تغادر مخلفة تركة ثقيلة على كاهل السكان المدينة وعلى كاهل الحكومة أيضا لا يفتأ رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر يبذل الجهود لإعادة تطبيع الحياة في عدن بعض هذه الجهود بدأت ترى النور منذ دشن محافظها عبدالعز المفلح المرحلة الأولى من عملية طموحة لإعادة بناء وترميم أحياء عدن التي دمرتها الحرب لكن مهمة كهذه كما يؤكد رئيس الوزراء تحتاج إلى دعم من التحالف والمانحين بعد أن رصدت الحكومة خمسة مليارات ريال لتغطية المراحل الأولى من عملية الترميم وإعادة بناء المنازل والمنشآت التي دمرتها حرب الميليشيا على مدينة عدن دعم التحالف والمانحين الذي تمناه رئيس الحكومة من المستبعد أن يتحقق في المدى المنظور في ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف رؤية التحالف والمجتمع الدولي حيال مستقبل الحرب والسلام في هذا البلد وفقاً للمراقبين طيلة أيام العيد جال رئيس الوزراء في أنحاء المدينة وخصص جزءاً من زياراته لحي حقات المجاور لقصر المعاشيق هذا الحي الذي تعرض لأضرار كبيرة جراء الحرب الطاحنة التي دارت رحاها هنا حيث يتواجد أحد أقدم مساجد عدن إلى جالب ملعب نادي التلال الزيارة شملت المتنزهات العامة التي يمضي فيها سكان مدينة عدن عطلة الأعياد والمناسبات لحظات أنظه رئيس المزراء في أوساط المواطنين محققاً جزءاً من أهداف تطبيع الحياة في المدينة التي لا تزال متوترة وغير مستقرة الغائب الحاضر في تحركات رئيس الوزراء كان محافظ المدينة المعين حديثاً عبد العزيز المفلح الذي يشكل غيابه نقطة ضعف الرئيسية في مصداقية الحكومة والتحالف مع بقاء غيابه شاهد حال على المستقبل الغامض الذي يكتنف مدينة لا طالما كانت حاضرة في قلب الاهتمام العالمي طيلة أكثر من قرن ونصف من الزمن اشتركوا في القناة